هاني موعد مراسل أورينت نيوز ينضم إلي من عمالنا مباشرة أهلا بك هاني طبعا أبدأ معك من تصريح المنسق العسكري للجبهة الجنوبية الذي تحدث عن مجريات الأحداث في درعة وتحدث أيضا عن قضية اللاجئين والموقف الأردني نريد أكثر معطيات نعم هاجر فعليا المنسق العسكري في الجبهة الجنوبية تحدث لأورينت وصفا المعارك اليوم التي تحدث بدرعة بأنها سوف تكون معارك طويلة وأن الهدف الرئيسي اليوم من هذه المعارك كان من قبل ميليشيات النظام أو أيضا الحليفة الروسي هو معبر نصيب الوصول إلى معبر نصيب وفتح هذا المعبر مع الجانب الأردني مؤكدا بأن الفصائل ستعمل على منع وصول النظام إلى ذلك المعبر طبعا مشددا بأن الفصائل لن ترضق لأي ضغوط سياسية إن كانت من أي طرف مشيرا بأنه لا يوجد أي ضغوط أردنية على فصائل الجنوب وأن الموقف الأردني تجاه ما يحدث اليوم في الجنوب السوري هو موقف إيجابي يسعى لوقف عمليات القتال وأيضا العمليات الهجوم من قبل النظام وروسيا وأيضا منع أو وقف نزوح أو موجات نزوح تتجه نحو الحدود مشيرا بأن الموقف الأردني لا زال مصر على استمرارية منطقة خفض التصعيد أو الذهاب إلى حل أو إلى دعينا نقول إلى مبادرة تبنى هذه المبادرة على نفس التفاقية خفض التصعيد طبعا فيما يخص موضوع عمليات النزوح هذا الموضوع الذي يراقبه الجميع وكما تحدث مراسلنا في درعا الوضع الإنساني سي جدا في الجنوب السوري يعني اليوم ربما المناطق التي بقيت دعينا نقول محمية من هذه العمليات القصفية المناطق المحاذية للشريط الحدودي الأردني بالمقابل السلطات الأردنية وأيضا الحكومة الأردنية على لسان رئيس عمر الرزاز أعلن أنه لن يتم استقبال نازحين أو لاجئين جدد بداخل الأردني بسبب أن الأردن وصل لقدرته الاستعابية فيما يخص موضوع النازحين واللاجئين فلذلك التحرك الأردني كله اليوم مبني هاجر على موضوع خفض القتال وأيضا الهجوم في الجنوب السوري نعم التصعيد في الجنوب السوري من أجل عدم وصول موجات النزوح الجديدة بالداخل إلى الأردن المنصق الجنوبية قال بأن روسيا نعم في هذه النقطة تحديدا المنصق العسكري لجبهة الجنوبية هل أشار إلى سير المعارك الآن في درعة في أي اتجاه تكون ضمن مخطط الميليشيات وطبعا روسيا وهل أشار إلى عمليات المصالحة أو التفاوض التي يقوم بها أشخاص حسب أنفسهم على المعارضة وتحديدا في درعة نعم طبعا نحن سمعنا بما يدفع به على بعض من أجل قامت هذه التسويات أشار بأن الفصائل جميعا ترفض هذه التسويات والذهاب إلى المصالحات أو الاستسلام مؤكدا أن اليوم العمليات كلها تتركز فعليا في ريف درعة الشرق وأيضا ريف درعة الغربي ولكن التركيز الأكبر في ريف درعة الشرقي من أجل الهدف الرئيسي لهذه العمليات هي الوصول إلى الحدود السورية الأردنية والسيطرة على معبر نصيبها فيما يخص موضوع التسويات تحدث وقال بأن جميع الفصائل ترفض التسوية فيما يخص إذا كانت هذه التسوية مهينة للفصائل في الجنوب السوري هم على ما يبدو يعتمدون على الوساطة الأردنية التي تقوم اليوم مع موسكو من أجل لربما فرض دعينا نقول عودة الهدوء إلى أو خفض التصعيد هم لا يعولون كثيرا على الموقف الأمريكي وبنفس الوقت أيضا لا يعولون كثيرا على الموقف الروسي قال بالحرف الواحد موسكو هي من خرقت خفض هذا الاتفاق اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري ولربما أيضا روسيا قال بالحرف الواحد لا يهمها كثيرا الوضع في الجنوب السوري ليس من أولوياتها الوضع في الجنوب السوري ولكنها تريد تحقيق بعض الأهداف من أجل إذا تم الذهاب إلى حلول سياسية تكون لديها ورقة قوية ألا وهي الورقة هذه هي وصول ميليشيات النظام إلى منطقة معبر نصيب أيضا أشار فيما يخص موضوع الوجود الميليشيات الإيرانية هذا الموضوع متفق عليه على الرغم من وجودهم في منطقة الجنوب السوري ولكن على ما يبدو وجودهم اليوم في الجنوب السوري وهو ضغط أكثر على الجميع من أجل تحقيق دعينا نقول تحقيق مكسب للروس وأيضا لأن نظامهم ثم يتم سحبهم من الجنوب السوري مصالح وصفقات هاني باختصار لو سمحت المساعي الأردنية على ما يبدو مزالت مستمرة بخصوص الدرعة والعمليات العسكرية وخاصة الحل السياسي حتى لاحظنا في تصريح الرزاز الأخير قال نشدد على الحل السياسي هل رشح أي شيء جديد بخصوص هذه المساعي؟ نعم طبعا هاجر الحراك سوف يكون هناك حراك مستقبلي وفقا ما أعلن به نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخايل بوكدنوف عندما تحدث قبل يومين قبل يومين بأنه سوف يكون هناك زيارة أو يتم التحضير لزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفاضي إلى موسكو والتي سوف يقابل فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجميع لربما يترقب هذه الزيارة طبعا هذه الزيارة لربما سوف يتم فيها طرح وساطة جديدة يعني الأردن يهمها جدا منذ بدء العمليات العسكرية في الجنوب السوري كل يوم نتابع تصريحات أردنية مكثفة حول الوضع حول أن هناك الأردن يحاول الوصول إلى أو أنه يتواصل مع جميع الأطراف لذلك لما يبدو أن هناك فعليا حراك أردني مشدد تجاهز الموضوع لأن الموضوع جدا يهمه فيما يخص موضوع الجبهة الشمالية للحدود الأردنية والموضوع الأكبر الذي يهم الأردن هو موضوع النزوح واللاجئين هذه أيضا ورقة ضغط على المجتمع الدولي من أجل أن يتحرك المجتمع الدولي لمنع أو أن يتحرك تجاه إجاد حل سياسي ومنع موجات جديدة من النزوح واللجوء إلى الحدود شكرا على هذه التفاصيل هذه موعد مرسل أورينت نيوز مباشرة كنت معي من عمان